السلام عليكم طلابي الأعزاء الله يعطيكم العافية بدينا بالحصص السابقة بشرح قوانين نيوتن تحدثنا عن قانون نيوتن الأول قانون القصور حيث عالج قانون نيوتن الأول الجسم عندما يكون ساكن أو متحرك بسرعة ثابتة وكان التسارع يساوي سفر ومحصلة القوة تساوي سفر هذا قانون نيوتن الأول قانون نيوتن الثاني كان أعام بحيث أنه كان فيه يشمل فيه كانت محصلة قوة وكان الجسم يكتسب تسارع بعد ذلك يا أستاذي بدنا ننطلق لشرح قانون نيوتن الثالث القانون الثالث اللي هو قانون الفعل ورد الفعل نص القانون كالآتي قانون نيوتن الثالث لكل قوة فعل قوة رد فعل أي قوة فعل لها قوة رد فعل تمام؟ هذه القوة لها شروط متساوي لها في المقدار إذن لكل قوة فعل قوة رد فعل فلو على سبيل المثال فرضنا أنه فيه إنه أنا بوابة تمام؟ هذه بوابة أو أي شيء وإجا واحد أثر عليها بقوة جيت أنت مثلا بإيدك ضربت بشكل معين ضربت بإيدك هلأ أنت أثرت على هذه البوابة بقوة تمام؟ خلينا نفترض إنها خمسين نيوتن البوابة رح تأثر على إيدك بنفس مقدار القوة مساوية لها بالمقدار إذن إن تأثرت على البوابة بقوة مقدارة خمسين نيوتن والبوابة رح تأثر على إيدك بنفس مقدار القوة إذن قوة الفعل وقوة رد الفعل متساوية هاي شروط أو النقاط خلينا نقول شروط أو نقاط أو بنود نظر قانون نيوتن في رقم واحد قوة الفعل تساوي قوة رد الفعل تمام؟ هذا مقدارا مقدارا لكن لاحظ يا أستاذي إنه إنه إنت أثرت على هذا الباب بقوة مقدارة خمسين نيوتن بأي اتجاه مثلا باتجاه الغرب تأثير الباب على إيدك بالقوة رح يكون عكس الاتجاه لو تباتجاه الشرق إذن إلها نفس المقدار ومعاكسة لها بالاتجاه إذن قوة الفعل تساوي قوة رد الفعل ولكن مساوية لها بالمقدار ولكن تعاكسها بالاتجاه فلو إجيتنا نكتب مثلا القوة المؤثرة من يدك على الباب تساوي وتعاكس نحط لإشارة سالبة القوة المؤثرة من الباب مثلا على يدك في هذا المثال فبالتالي القوة المؤثرة تساوي القوة المؤثرة من يدك على الباب ومن الباب على يدك وفي إشارة سالبة ولاحظ أيضا يا أستاذ تؤثران القوتين تؤثران على جسمين مختلفين قوة الفعل قوة الفعل على مين تأثيرها قوة الفعل تأثيرها على الباب تمام لكن قوة رد الفعل رد الفعل اللي تتأثيرها على مين واقع على يدك تمام على اليد إذن قوة الفعل وقوة رد الفعل على جسمين مختلفين قوة الفعل على الباب قوة رد الفعل على جسم مختلف عشان هيك يا أستاذ ما بقدر أنا أعملهم محصلة يعني ما بقدر أقول والله أنا أثرت بقوة مقدارها 50 نيوتن على الباب والباب أثر علي بقوة مقدارها 50 نيوتن عكس الاتجاه المحصلة واحدة للشرق واحدة للغرب 50 ناقص 50 بساو سفر لا ياجوز ذلك ليش يا أستاذ لأنه المحصلة إحنا لما بنعملها بتكون القوة المؤثرة على سبيل المثال على نفس الجسم على سبيل المثال أثرت على هذا المحاي بقوة بهذا القلم 5 نيوتن بقلم ثاني 10 نيوتن بقدر أعملهم المحصلة ليش؟ لأن القوتين بأثرهم على نفس الجسم لكن إذا كان إذا كانت عندي هذا الجسم أثرت عليه ب5 نيوتن وهذا الجسم لوت القلم الثاني أثرت عليه 10 نيوتن هل بقدر أجمحين؟ لا لأن هاي القوة بتأثر على جسم وهاي بتأثر على جسم مختلف لا يجوز تحصيل القوتين إذا كان على جسمين مختلفين بصير أعمالهم محصلة إذا كان على نفس الجسم وهذا اللي بصير عنا بقانون يوتون الثلاث إن قوة الفعل على جسم وقوة رد الفعل على جسم آخر لذا لا يمكن عمل محصلة للقوتين إذن نقدر هنا نكتب جسمي لا يمكن تحصيل أي عمل محصلة القوتين لأن لأن تأثير كل قوة على جسم مختلف عن الآخر إذا لا يمكن تحصيل هذه القوتين لا يجوز أن أكون محصلة القوتين تساوي صفر تمام هاي اللي بدنا إياه هلأ إشي آخر يا أستاذي إنه خط عملهما أيضا مشترك ومنطبق تمام الخط للعمل منطبق ومشترك تمام هذه واضحة بلزمني يا أستاذ أكتب كمان عدة ملاحظات بدنا نعرف يا أستاذي إنه الفعل ورد الفعل يمثلان يمثلان زوجان من القوى المتبادلة بمعنى أنه لا يوجد لا يوجد قوة منفردة قوة منفردة تمام في الطبيعة ما في قوة منفردة طبيعة كل قوة تفعل لها قوة رد فعل لها قوة رد فعل ما في قوة منفردة ايضا من الملاحظات اللي لازم اعرفها انه القوتين الفعل ورد الفعل قوتين من نفس النوع من نفس ايش يعني من نفس النوع يعني يا استاذ اذا كانت قوة الفعل جاي مثلا من دفع قوة رد الفعل ايضا من دفع اذا كانت قوة الفعل جاي مثلا من قوة مغناطيسية فقوة رد الفعل ايضا بتكون من قوة مغناطيسية زي لما اقرب مغناطيسين على بعض قطبين متشابهين بصير بتنافر تمام اذا القوة هنا قوة مغناطيسية فقوة الفعل ورد الفعل هي قوة مغناطيسية اذا قوة الفعل وقوة رد الفعل من نفس النوع هي قوة دفع قوة سحب قوة كهربائية قوة مغناطيسية فبكون من نفس النوع قوة ناتجة عن قوة كهربائية قوة رد الفعل بدها تكون أيضا قوة كهربائية لو ناتجة قوة الفعل عن قوة مغناطيسية قوة رد الفعل بدها تكون أيضا من نفس النوع اللي هي مغناطيسية لو ناتجة عن دفع أو سحب بدها تكون أيضا قوة رد الفعل من نفس النوع هاي أيضا من الملاحظات الهامة على قانون نيوتون الثالث أمثلة على قانوني نيوتن الثالث خرطوم المياه في سيارة إطفاء الحريق مثال على قوة الفعل خروج الماء أي اندفاع الماء من الخرطوم ولكن ارتداد 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 خرطوم المياه لما أنت بتأثر لما الماء تخرج بتلاحظ أنه في ارتداد لخرطوم هذا المياه ارتداد خرطوم المياه مع مع رجل الإطفاء رجل الإطفاء بحس في قوة بتدفع فيه للخلف هذه جاي من قوة رد رد الفعل مثال آخر الصاروخ لما بنطلق الصاروخ لما بنطلق هاي الأرض بكون هنا فيه غازات الغازات بتعمل قوة فعل الغازات المضغوطة بمؤخرة الصاروخ تعمل قوة فعل الغازات المضغوطة تعمل قوة فعل على الأرض وينطلق وينطلق الصاروخ إلى الأعلى بسبب قوة رد الفعل بسبب قوة رد الفعل فيه تطبيقات كثيرة على قانون نيوتون الثالث تمام هون بسألني سؤال فكر لا تعتبر عملية فتح صنبور المياه مثال لقانون نيوتون الثلاث خيلا أنا بدي أفتح صنبور المياه تمام وافتح حنفيه بهذا الشكل يعني مش عارف إيش علاقته هذا بالموضوع ولكن لما أنا بفتح المياه مثلا بأثر بقوة تمام وبتنزل الماء من الحنفية بفعل الجاذبية ما في فعل ورد فعل لا يمثل قوة فعل أو رد فعل فلا ينطبق لا ينطبق عليه شروط قانون نيوتون الثالث صح يا أستاذي أنا لما بفتح الحنفية بأثر عليها بقوة الأعلى والحنفية بتأثر على على إيدي بقوة الأسفل اللي أنا بشعر فيها لكن عملية نزول المياه من من هذا صنبور المياه ما إلو علاقة بقوة الفعل ورد الفعل الماء بنزل تحت تأثير وزنه اللي هو بسبب الجاذبية الأرضية تمام هذا بالنسبة لقانون نيوتون الثالث فيه تطبيقات كثير وأمثلة بس شغلة مهمة إنه هذه لو كتبناها بالرموز القوة المؤثرة من الباب لو سميتها قاف واحد تمام كرمز اللي تقول مثلا من يدك على الباب بدا تساوي ناقص القول مثلا من الباب على يدك بسميها مثلا قاف اثنين هذه صيغة رياضية لقانون نيوتون الثالث قاف واحد تساوي ناقص قاف اثنين يعني القوتين متساويتين متعاكستين بالاتجاه وبتأثرين على جسمين مختلفين الله يعطيكم العافية بتمنى لكم التوفيق وما تنسوا تشارك الحصة مع أصدقائك حتى تعم الفائدة وشكرا لكم